السلام عليكم كديري نبس عليكم كل شي بي خير كانت مننا تكونوا بي خير وعلى خير ان شاء الله وانتو ما كتشاهدوا هذا الفيديو المهم اليوم على البنات غضي نتقسم معاكم هات السفنج اللي كيجي رائع اول مرة نديروا بهذا العشي هنا وكيجي زوين بالزب ومع هاد الفندو والشوكولار اللي كيجي حتى هو زوين بالزب كانت مننا من الله الفيديو يعجبكم ما تنسوناش باللايك والبختاج مع الاحباب والعائلة خليوا لتعليقي لطبيعة الحلي عجبهم الفيديو هنا كيف ما كتشوفو كيجي هكذا مهم فندو من الداخل خليكم معايا اللي بتتعرفوا على المقادير هنا على بركة الله عندي هاد مهم هاد لاتس ديال الفينو اول مرة كنديروا صراحة تنسون بالفينو درت شوية ديال من حالبنات وغادي نزيد معا هاد المعرقة ديال ديال الحليب نيدو صراحة كيجي زوين بزاف بلا العجانة بلا وعلو وهنايا غادي ندير الخميرة صراحة انا كترت شوية ديال الخميرة حيث بغيتها هكذا درتوا القوتي وقلت هكذا باش يختمر ليه ضغياء وغادي نزيد معا هواحد معلقاء ديال الخل بالنسبة لمنحيها البنات ديروا شوية ديال الملحة ما شغير قبصة هنيا غادي نعبر ليكم باش تشوفوا كل شيء بالكاس وانتوما تعبروا بالكاس انتوما اللي غادي تاخدوا به هالعبار هنيا يجد كيف ما شفتوا درت تلافها ديال الفينو ولا هاد لطاس هاد ديال الفينو ودرت معاها جوش كيسان ديال ما كيف ما كتشوفوا هنيا كنخلطهم مزيان وهنايا المهم جبت هاد ديالاتا سوصلتها باش هكذا نعبرو بالفارينو باش كل شيء نديروه بالعبار ديال الكاس والديال المهم على حسب انتوما ذاك الشي اللي تبعتو ديال العبار وهنايا كنديرو الفارينو كيف ما كتشوفوا نخلطهم مزيان وباقي غادي نزيد الفارينو نحاول نخلطهم مزيان باقي غادي نزيد الفارينو كيف ما كتشوفوا نخلطهم مزيان باش اذاك الفارينو ديالنا تخلط لينا مزيان وهنايا غادي نزيد الفارينو كنحاول نخلط كيف ما قلت لكم ما كنعجنوه موالو غير بيدينا هكذا بلوفوي ومن بعد بطبيعة الحالة را غادي نكملو بيدينا هنايا غادي نحيد هذاك لوفوي ودرت شوية ديال ديال الما ولا ديرو شوية ديال زيت عفون ولا ديرو شوية ديال الما وكتبقى تبدو بهات طريقة هذي كيف ما كتشوفوا يا البنات وهنايا غادي نزيد الفارينو مهم الكاس ديال ديال الفينو وجوش كيسان ديال الما وتقريبا هكدار بعض الكيسان ديال الفينو كيف ما كتشوفوا العجينة ديالنا ما خصاش تكون جارية من الأولى البنات إلا بغايتوا تحكموا في شفنج ديالكم في الأخر ما خصاش تكون جارية خصها كده من بعد نكون نقدرون تحكموا فيها باش نشكل شفنج ديالنا كيف ما بغينا إلا درناها جارية را ما غاديش نقدرون تحكموا فيه وما كيجيش زوين هو المهم ما خصوش يكون قاس حبزة وخصوها كده بقى نضربوه بهات طريقات هذي ولا نخدموه بهات طريقة هذي نديرو يدينا في الزيت ولا نديروه في الماء وكي نبقى نديروه بهات طريقة هذي كيف ما كتشوفوه صفي هنا يجبد لكورن غادي نجمعوه مزيان كيف ما كتشوف ورا جاري ولكني ماشي جاري بزاف ودرت شوية ديال زيت هكذا من الفوق وغادي ندير لي هذا الفيلم المنطيق ونخليه حتي اختامر لنا مزيان انتم ما كتلاحظوا العجينة ديالنا بعد ما تضعف الحجم ديالها ضروري نخليوها حتي تختامر لنا مزيان ومن بعد كنجيبوه كيف ما قلت لكم اما الماء اما الزيت هنا يعندي شوية ديال زيت صفي وليت كان نستعمل بالزيت ولكني احسن قاعد نديرو الماء كيف ما كتشوفوه هنا كنحاولو نخدمو العجينة ديالنا بهات طريقة هذي كنحاولو نطلعو هكذا الفوق وكن نخدموها بحال لغادي نديرو بحال يمديل زمن اللي كنديرو البغرير غير بيد دينا ما كنديروش بالروبو بهات طريقة هذي وصفيعة وثاني غادي ندير لي هاد هاد الزيت شوية من الفوق صراحة مبضغية كي يختامر ارا ما كي ياخدش الوقت بزل صفي انا خليتي يختم غادي نديرو المقادير ديال اللي فوندو عندي ستد البيضات عندي هنيا مية قرام ديال سكار كاسوناد ميتين وعشرين قرام عفون ديال الشوكولات وعندي تسعين قرام ديال الفارينا وعندي مية وعشرين قرام ديال الزبدة هنيا كيف ما كتشوفو درت الشوكولات وزبدة درتها في الميكهوند هنيا درت شوية ديال اللي ملحاوس ديال السكار كاسوناد تضروا تهودوها بالسكار عادي اكا نخلطوها مع البيض كيف ما كتشوفو وهنايا غادي نزيد تسعين قرام ديال الفارينا غادي نحاول البنات نخلي لكم المقادير ديال الفوندو في الصندوق الوصف اهنا يبعد ما دبتلينا اذيك الشوكولات ديالنا ووزبدة صافيك نخويها على اذيك الخالد ديال البيض ادلقتنا البنات شعلت الفران ديالي على مية وثمانين دراجة صافيك نخلطوهم زيان كيف ما كتشوفو صار حركة يعطينا الكمية كبيرة ايلا انتم ما تقدروا تديرو غير ثلاثة ديال البيضات وديرو ستين جرام ديال السكار حيث قلنا السكار مية وعشرين جرام ديال السكار كاسوناد ماشي مياس جرام سمحوا لي يا البنات مية وعشرين جرام احنا يدرتو في هاد الكعاف هادي باش تساعدني غير باش نخويه في الليمون اللي غادي نطيفيه هاد الفندون ديالنا ولا تقدروا تديرو هاكدا في واحد اه المولة يكون كبير كيف ما كتشوفو هنا يا دهنت هما اللي بنات درتوهم هاد القغيس هادا تقدروا يدهنوهم بالزبدة وما كنديرش يوم الفارينا وهنا اياك نخوي الخالد ديالنا كنقربوه تقريبا للنص وغادي ندخلوهم الفران يطيبو هي العجينة ديالنا البنات بعد ما اختمرت كيف ما كتشوفو غادي نحاول نخدمها بنفس الطريقة اه والبنات غادي نرجع لكم بالنسبة هني البنات جبت غير الماء اه بالنسبة اللي فوندو دخلتو الفراني لما بغيتوش هاكدا يطيب لكم يكون هاكدا جاري بزعف المهم بديروه اه تمانية مينو تمانية دقائق انا خليتو اثناشر دقيقة تقدروا انتو ما تخليوا غير ثمانية ديالتقائق اللي بغيتو هاكدا الشوكولات ديالكم ولا هاد الفوندون ديالكم يجيو هاكدا سايح بزاف انا صراحة كانوا فيها كده يكون شوية طايب خليتو اثناشر دقيقة صافي كنخدمو العجينة ديالنا كيف ما كتشوفو بهالطريقة هادي كنحاولو نخوي من هادك الهواء اللي كي يكون فيها وهنا يا غادي نرجعها عود تاني ها هو الفوندون ديالنا كيف ما كتشوفو يلا خرجتمو الفران هادي هي العجينة ديال البنات صافي ها يا غادي نمشو باش نوجدو المهم باش نوجدو شفنج ديالنا احنا يا دهنتها بشوية ديال هاد البلاطو دهنتو بشوية ديال الزيت وكندهن شوية ديال الزيت ديال كيف ما كتشوفو وهنا يا كنحاولو نزع ما نخلطو هاد العجينة ديالنا عود ثاني بحال اللول بحال ديك الشي اللي كان ديرو صدقوني يا البنات تشوفونش كيجي زوين بزاف كيجي هكذا مقرمش صارحة كيف ما قلت لكم اول مرة ندير فيه الفينو اه كنديرو دائما كنديرو غير بالفارينة ما عمرني درتو بالفينو ولا كيني صراحة بالفينو كيجي زوين بزاف هكذا غير تخدموه بيديكم ما تديروش فيه السقارة البنات اللي قدرتو فيه السقار ومن بعد ضغية كيتحمر لينا مع الزيت وهنا يكن مهم كنشكلو الشفنج ديالنا على حسب الحجم اللي غادي نعتوه الشفنج يما كيلا بغينا هكذا يكون كبير ولا بغينا يكون هكذا صغير هنا كيف ما كتشوفو درت هنا يا جوج المهمة الكسرون درت فيه الزيت وهدي درت فيه غير شي شوية ديال السيد كندير فيه شفنج ديالنا كيف ما كتشوفو هنا كنحاول ندير شوية ديال الزيت هكذا غير في الجنل مهم كنخليوها غير هكذا نقدرو نهزوها وصافي وكنديروها في هاد الكسرونة صراحة ندرت في هاد الكسرونة جاتني شوية صغيرة ما ملقيتش في كين كنحب حالا كذا نهزو الزيت نديرها من الفوق احسن نديروها في شي حاجة كده تكون تكون كبيرة هناك نحاول ندير شوية ديال الزيت من الفوق وكنقلبوه الشفنج ديالها بالنسبة لنار البنات ما تكونش مجهدها بزاف وما تكونش عود تاني هكذا نقصها بزاف باش هكذا يطيب لنا الشفنج ديالنا من الداخل وما يتشربش لنا الزيت ولا كيني ملي كي يكون هكذا اختمر لنا مزيان عرا ما كيت نهائيا ما كيتشربش الزيت الصراحة كي يجي ازوين بزاف ومره مره هكذا كنتوحشوه ونديروه من الاحسن آآ واخرا كيتباعها هكذا في المارشي ولا كيني ندير لك شي حنا اللي درنا في الطررة راح حسن هكذا كنخلي حتي تحمر لنا مزيان وجبت هات طبصيل البنات درت في هذك السوبالة باش يتشرب لنا شوية ديال الزيت وكنهزها وكنهز هذك اللي درنا في الكاثرونة كنديروه عود تاني في هذك الابوال كنديروها في هذك الكاثرونة اللي عمرها بالزيت انتوما البنات من اللي ما كان نجريوش العجينة في اللغل كانت تحكموا فيها كان قدرون نعطوها شكل حنا اللي بغيناتش فنج الي كانت جارية بزاف اره ما كي يجيش احتش فنجي انا ما كي يجيش زوين كي حسب الينا من اللي كانت تكون عندنا العجينة جارية بزاف اره غادي جي هكذا خاوي من الدخل لا تدلك في اللغل من اللي كانت بها الطريقة نديروه ثلاثة او اربعات المرات ميم حتى الخمسة ديال المرات الى بغتيت الى فكرت بانا هكي غادي تدير الشفنج اللي عشية وتعجين العجينة ديالك من الصباح وما تكترش فيها الخميرة وتبقى يدير هات طريقة حتى الخمسة ديال المرات وهكي دشفنة ديالك غادي يجي زوين بزاف ميم حسن من هدا باش تاخد الوقت ديالك باش تبقى يتعجينيه يول كيني غير ما نجري وشي اللي عجينة ديالنا البنت بزاف هيت اللي عجينة لكانت جاريارة وخة اه زع ما ما كي يجيش كيف ما بغينا انا غادي نستمر حتى نكمل انتو ما كتلاحظوا تبارك الله هاداك الكمية اللي درنا ديال الشفنج وهاد اللي فوندون اللي درنا والشوكولات زوقتهم شوية ديال السكور سقيل انتو ما كتلاحظوا الشوكولات ديالنا كتكون هكذا دايبة من الدخل كيف ما قلت لكم او وغاديوش انتو ما تقدروا تديروا غير تمانية ديالتقايق او الشفنج ديالنا صراحة كي يجي زوين بزاف كي يجي من الدخل دياله ما كيتشرب ش نهائيا لنزيد كي يكون طيب مزيان متتمنى ان شاء الله يعجبكم لك هذه ممكن شوف عنقاع ضاعت محتى içi قال ego اتلتلك محيطة كي يجي من الدخل صراحة بالبنسة انا جبت واحدة طبصية وقدرت في شوي ذيال السكور باش اكده بدارد كي يبغيوه بالسكور وادرت في شوية ذيال السكور الفاني وهكده دتcing لوجه ديال الشبنج ديالنا دلموين بشوية كانت من الفيديو ديال يومين الاعجاب ديالكم والسلام عليكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله